جوز كلامة ابو فاكير شوف مين على الباب يعني هلأ المطبخ مؤقرب من الغرفة ليش أنا اللي نازل أفتح الباب دائما افكرتك بالصالون لك اي 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 اجيت اجيت عمى تمان ما عندن طولة بال مرحبا عمو اهلين عمو بسلم عليك بابا وبيقلك انت مسكر عليه ياريت تنزل تحرق له السيارتك ولا يقدر يطلع ايه على عيني بس مين ابوك انت ابي سعيد الحلاء ليه سعيد الحلاء مو بألمانيا مثل التسنين بلا عمو بلا كنا بألمانيا بس ابي ما عجبته ألمانيا امنا رجعنا ايه خير ان شاء الله يلعب اسبقني لجيب المفتاح والحق لك وين رحت فجأة اختفيت مين كان عالباب اذا ابن الجيران دق الباب نزلت حركة السيارة لا يقدر ابوه يطلع وقف ددشت معه شوي ما هون القصة لك حزري من يطلع ابوه مين سعيد الحلاء ليش مو كانوا بألمانيا ايه مبلا بس رجع قال ما عجبه الوضع هونيك ايه وليش يا بعدي ما عجبه ما بتنقطع الكهرباء والمي ولا بلاقي غاز ولا مازوت وقت اللي بده ولا هو ما تعود لا مو هيك قال ترباية الولاد هونيك صعبة ايه طبعا هون متعود يسناول ولاده بالشحاطة من اول الحارة لاخرته هونيك ما صح حلو في قانون يحاسبوا على معاملته مع ولاده يعني مو هيك بس والله مو سهل الواحد ميمون على ابنه ولا يقدر يعمل معه شي ابو فاكر ان الواحد يربي ولاده على قسس التربية الحديثة هاد مو معلاته انه ما بيمون عليون لك اي 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 بس نحن ثقافتنا بهذا الموضوع بتختلف عنهم يعني تصوري كان عميحكيلي انه ابنه وصل لمرحلة بيطالب ابو وامه يدقوا الباب قبل ما يفوتوا وما بصير يفوتوا ليسمح لهم انه يفوتوا لا وقال شو ما بصير يحملوا جواله ولا يفتحوا ولا يعملوا اي شي بدون اذنه الولاد كل عمول قد عشر سنة اي وشو في يأزا الولاد طالب ببعض الخصوصية شو بيخسروا اذا احترموا خصوصيته اي مو هيك مجوزيف يعني بركي حاطت بيجواله شغلات ممنيحة بركي فيه بالغرفة مجلات هيك ولا هيك من حقهم يعني يعرفوا ابنه شو عم يامل شو عم بصير معه خاصة انه فايت عن مراهقة بهاي الحق معك بس بيقدروا يعرفوا هاي الشغلات بدون ما يحسسوا الولاد انه نحن عم نطلع على خصوصياته وما عم نحترمه شنون يعني يعني بيقدروا يراقوا سلوكه من بعيد لبعيد يسألوا عنه بالمدرسة يفوتوا على غرفته وقت ما يكون موجود بدون ما يبين انه حدفات بغيابه في كتير طرق بس شو بدك بالحكي نحن ما عمنا متعودين يا رطيف شو ساير بالحارة خير ان شاء الله ما معرف لحظة رح شوف من الشباك يا حبيبي ما في شي حبيبي تطمني هذا ابو زهير لحق ابنه ايمن بالعصاية الله يعينه مجننه هالولاد قلتلي ما عجبته المانيا لسعيد الحلاء ايه جوز كلاما